سؤال طويل خلاصته تفريع على ما ذكرته في حديث وقت الاحتفال إنني تحدثت عن صلاتي الشخصية لا شأن لي بصلاتكم هذه كل ما نبكي سيدنا كل واحد يصلي بكي فقلت من أن صلاتي هكذا أعتقد من دون ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير صلاتي باطلة ستكون صلاة منغولية السائل هنا يسأل يقول صلواتنا التي مرت هل يجب قضاؤها؟ أقول لا يجب قضاؤها باعتبار الجهل هناك جهل واضح في هذه القضية فلا يجب القضاء ما هي صلاة آبائنا وأجدادنا؟ القضية فيها تفاصيل كثيرة هناك مسألة مهمة جدا أريد أن ألفت أنظاركم إليها نحن عندنا روايات عن الأئمة روايات عن الأئمة صريحة في الأذاني والإقامة ماذا نقول؟ نقول أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا حقا مرتين بعد الشهادة الثانية وبعد حي على خير العمل نقول مرتين محمد وآل محمد خير البرية هذا هو الأذاني الذي ورد في رواياتي وأحاديث أهل البيت وهذه الروايات أشار إليها الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه في الجزء الأول حينما تحدث عن فصول الأذاني والإقامة لكنه ذكرها بالإجمال قال وردت روايات في كتبنا عن الأئمة من أننا بعد الشهادة الثانية في الأذاني والإقامة نقول مرتين أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا حقا وبعد حي على خير العمل نقول مرتين أيضا محمد وآل محمد خير البرية هو من وجهة نظري قال هذه روايات وضعها الغلاة والمفوضة هذا ريه الروايات موجودة السؤال هنا هذه الروايات لماذا علسها علماؤنا لا وجود لها الآن في الكتب لنفترض أنها من روايات الغلاة ما أنتم تذكرون روايات النواصب كتبكم مشحونة بروايات النواصب لماذا ما أبقيتم هذه الروايات هذه الروايات لا ليست موجودة هناك مشكلة مع عليا مشكلة موجودة هناك مشكلة مشكلة مع عليا ما كتب العلماء مشعونة بكل هذا الهراء الناصبي كتبنا مشحونة بالأحاديث الناصبي أصلاً تفاسير مراجع الشيعة يندر أن تجد فيها شيئاً من تفسير أهل البيت كل تفاسيرهم من الشيخ الطوسي إلى يومك هذا شيء الغالب على هذه التفاسير هو فكر النواصب قولوا هذه من روايات الغلاة لا بأس لكن اذكروها مثل ما تذكرون روايات النواصب لماذا بشكل خاص ذهبتم إلى هذه الروايات وأزلتوها أنا لا أعتقد أن ناصبياً من النواصب المخالفين السنة دخل على كتب الحديث فأزال هذه الروايات أبداً ولا أقول هذا الكلام جزافاً أقول هذا عن خبرة ومعايشة لتأريخ المكتبة الشيعية لماذا هذه الروايات حذفت من الكتب مع أنهم يقرون بوجودها حذفوها هذه علامة استفهام كبيرة وبعد ذلك يقولون ما عندنا روايات ما هي هذه الروايات أنتم حذفتموها وهذا الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه الذي هو أحد الأصول الأربع هو يصرح بها يقول موجودة روايات تصرح بهذا التصريح الذي أشرت إليه قبل قليل وحتى أذاننا نحن ناقص الأذان لا بد أن يكمل محمد وآل محمد خير البريه والأخ هنا يقول لي كتا فرد مرة وإش لون أكتا وإحنا جابين بالتدريج أو طلعنا ماسونية بالتدريج جايبين وحدة وحدة طلعنا ماسونية إذا أن كتا كتا وحدة القضية تكون بشكل آخر وإلا هذا في الروايات موجود وعندنا روايات موجودة من أن الأذانة والإقامة بعده حي على خير العمل محمد وآل محمد خير البريه أيضا يقال مرتين لكن هو ما عندنا شيء نحن صحيح الواقع هو هذا قضية كبيرة يعني كما يقولون الشك كبير وماكه رقعة أصلا ليس الرقعة الصغيرة ما يقولون الشك كبير ورقعة صغيرة لا أصلا الشك كبير وجاء يكبر يوم بعد يوم ورقعة هماكه مسحي